إذن الخلاصة من الفصل الثالث الذي هو بعنوان الأصول التربوية كما هو معروض أمامنا هذه الخلاصة باختصار شديد تقول بأن هذا العرض لعدد من الأصول التربوية ورأيناها الأصول التربوية أربعة هي الأصول التاريخية للتربية الأصول الفلسفية أو الفكرية للتربية ثم الأصول الاجتماعية للتربية ثم الأصول الثقافية للتربية إذن بعد هذا العرض المختصر لعدد من الوصول التربوية من الضروري أن نؤكد أن الوصول التربوية غير محصورة فيما سبقت الإشارة إليه منها وأن هناك أنواع كثيرة من الوصول مثل الوصول الميدرية والوصول النفسية للتربية والوصول الاقتصادية للتربية والوصول السياسية للتربية والوصول الأخلاقية للتربية ونقاط إلى آخره بمعنى أن أصول التربية متنوعة كل القواعد والنظريات التي تستمد منها التربية أفكاراً أو تستمد منها التربية توجيهاً أو تستمد منها التربية قواعداً هي أصول للتربية كل المجالات أو الميادين أو التخصصات التي تؤثر في التربية هي أصول للتربية لذلك أشرنا في هذه الخلاصة أنه إذا أحنا درسنا في هذه الخلاصة أو ركزنا على أربع أصول يعني التاريخية والفلسفية والاجتماعية والثقافية فلا يعني ذلك أبداً أو مطلقاً بأن هذه الأصول الأربعة هي الوصول الوحيدة للتربية لا بالعكس أصول التربية متعددة وكثيرة جداً لأن بكل بساطة لأن التربية كالخلية التي توجد في مجموع أو في جسم اجتماعي كامل هذا الجسم كله يؤثر في تلك الخلية وبالتالي فأصول التربية متعددة وكثيرة ونحن حينما درسنا الأصول التاريخية والفلسفية والاجتماعية والثقافية كان ذلك لمجرد التركيز على الأصول الأكثر تأثيراً في التربية وليس يعني إحاطة شاملة بجميع تلك الأصول وهذه الأصول توضح قوة العلاقة بين التربية وغيرها من العلوم فالتربية ليست كياناً أو كائناً فضائياً يعني ينزل هكذا من السماء بدون أن يتأثر ببيئته وبمحيطه وبالمجالات التي يشتغل ويجاورها ويشتغل بالجوار معها بالعكس التربية هي ظاهرة تتأثر وتؤثر وكنا لاحظنا سابقاً بأنها عملية موجهة وموجهة بكس الجيم وموجهة بفتح الجيم المشددة هذه إذن الخلاصة من الفصل الثالث بعنوان الأصول التربوية وسننتقل الآن إلى الفصل الرابع وهو حول الركاز الأساسي للعملية التهليمية ترجمة نانسي قنقر